اشتركوا في القناة ونظمت سفارة العراق بدولة الامارات العربية المتحدة السلاساء مجلس عزاء للشاعر كريم العراقي حضره المطرب العراقي الشهير قازم الساهر والموسيقار العراقي نصير شم ومن اسبانيا الى دبي سافر قازم الساهر لمجلس الفاتحة الذي اقامته السفارة العراقية في الامارات وقدم العزاء لأسرته وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي سور ومقاطع من فيديو العزاء وفي وقت سابق نعى الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الامارات وفاة الشاعر كريم العراقي وغرد عبر منصة اكس تويتر رحم الله الشاعر كريم العراقي الذي انتقل الى رحمة الله تعالى تاريكا ارسا سريا من الابداع ربطته بالامارات وشعبها علاقة محبة وتقدير متبادل على مدى سنوات طويلة خالص العزاء والمواسال أسرته وتوفي الشاعر كريم العراقي فجر الجمع عن عمر نياز الـ 68 عام بعد صراع مرير مع مرض السرطان وتم الكشف عن تطورات حالته الصحية ومعاناته مع مرض السرطان إن لله وإن إليه الراجعون تعددت الأسباب والموت واحد ولد في قرادة في العاصمة بغداد عام 1955 حاصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال إن لله وإن إليه الراجعون أعزاء المتابعين كده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بأمان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته